موسيقى القوات العراقية تواصل عملياتها داخل حي الصحة غرب الموصل موسيقى الطائرات الليبية والمصرية توسع عملياتها في ليبيا وتحذير أمني بمصر موسيقى الأمم المتحدة تحذر من أن الكوليرا تهدد حياة أكثر من مليون امرأة حامل في اليمن موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم تواصل قوات النخبة العراقية التابعة لدائرة مكافحة الإرهاب إحراز التقدم داخل حي الصحة غرب مدينة الموصل شمال البلاد وقال لواء معن السعدي قائد الفرقة الثانية التابعة لقوات مكافحة الإرهاب إن الفرقة أحكمت السيطرة على خمسين في المائة من حي الصحة ولم يتبقى إلا حيا سيطرت القوات العراقية على مواقع حيوية في حي الزنجل لشمال المدينة القديمة للموصل وقال مصدر في الشرطة الاتحادية لوسائل إعلامية إن القوات توغلت بعمق 300 متر داخل الحي ونشرت أسلحتها المضادة للعجلات المدرعة والمفخخة التفاصيل في التقرير التالي عملية توغل جديدة للقوات العراقية في معركتها بالموصل أدت للعثور على مظافات ومركز عالمي لتنظيم داعش الشرطة الاتحادية أشارت لأن المدفعية الميدانية توصل قصف دفاعات التنظيم المتطرف في شمال المدينة القديمة مسيطرة بذلك على مواقع جديدة بحي الزنجل وعدد من لحياء غرب المدينة فيما فد قائد العمليات الخاصة الثانية في قوات مكافحة الإرهاب بأن قواته استعادت 50% من حي الصحة موضحا أنه لا يمكن تحديد سقف زمني لانتهاء المعركة لأن المتغيرات كثيرة على الأرض وكشف القيد العسكري أن داعش بدأ يستعين بالنساء للقتال معه بسبب فقدانه للكثير من أفراده في المعارك كما بدأ تنظيم نشرق ناصة في المدينة القديمة إلى جانب سيارات مفخخة وانتحاريين سيرا على الأقدام بعد أن تقلصت مساحة احتلاله في الجانب الغربي إلى 5% وبدأت القوات العرقية المشتركة عملية جديدة لاستعادة آخر ثلاثة أحياء في غرب الموصل من احتلال داعش وهي الشفا والزنجيل والصحة الأولى بهدف إحكام فرض الحصار على المدينة القديمة والتي ستكون مصرحة لآخر فصول داعش في العراق كما تمكنت القوات مع الضلاق العملية من السيطر على جسر الثالث الذي يربط بين طرفي دجلة وفندق الموصل الدولي في حي الشفا بعد اشتباكات عنفة دارت بين الجانبين قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه لا مفر من سقوط قتل مدني في الحرب على داعش موضحا أن بلاده تبدل كل ما في وسعها لتفادي ذلك من الناحية الإنسانية مع الأخذ في الاعتبار الضرورات العسكرية واشرى ماتيس إلى أن واشنطن لم تغير قواعد شن الغارات الجوية التي تحدد الإجراءات الاحترازية لتفادي قتل مدنيين لم يكتفي داعش بالمتاجرة بمقدرات أهل الموصل وثرواتها بل تجاوزت جرائمه ذلك ليتربح من ابتزاز المرضى من الموصليين بأدويتهم إذ كانت إحدى وسائل تمويل عملياته الإرهابية إحداث أزمة في الأدوية من خلال تخزينها بمقراته ثم إعادة بيعها بأثمان باهضة الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وسام يوسف اطلع على مكان كان يخفي فيه داعش الأدوية عن الناس وأعد هذا التقرير أكداس من الأدوية المختلفة أثرنا عليها هنا في هذا المنزل الذي دخلناه برفقة فرقة الرد السريع العراقية أكداس من مختلف المواد الطبية موجودة هنا في هذا المكان في حين أن أهالي الموصل كانوا يعانون شح الخدمات الصحية هذا مذخر متكامل جميع الأدوية جميع المستلزامات الطبية يقوم بإسعاف قتلاهم وعوائل قتلاهم بهذا المكان حسب الوثيقة التي أثرت عليها قوات فرقة الرد السريع بهذا المكان هذه الوثيقة تقول ديوان الجن طبابة عسكرية نرجو منكم تجهيز مضافات زوجات الشهداء الخاصة بفرقة أبي معتز القرشي بالأدوية التالية نظرا للحاجة الماسئلة حسب الوثيقة التي عثرنا عليها هنا فإن هذا المكان كان مستشفى ومضخر خاص بمسلح داعش وعوائلهم فقط حيث لم يكن مسموحا للمدنيين والأهالي مراجعة أو التداوي في هذا المكان الذي يحوي أيضا على جزء آخر من المستشفى ولكن تحت الأرض وتنبعث منه رائحة كريهة هذا هو جزء سفلي من المستشفى أو المستشفى الميداني الذي يستعمله مقاتل داعش هو مليء بالأدوية كذلك عظرنا هنا في السرداب هذا المشفى على أقنعة كيمياوية أقنعة الوقاية من الأسلحة الكيمياوية من الغازات كثير من الأقنعة موجودة هنا في هذا المكان لأن تنظيم داعش كان يستعمل الغازات السامة كما عثرنا عليها وعثرت عليها القوات الأمنية في القرب من هذا المكان وفي هذا الحي تعديدا كان تنظيم داعش يستعمل الغازات السامة ولهذا كان مقاتلوه يرتدون هذه الأقنعة للوقاية من الغازات التي يستعملها مقاتل داعش هنا ضد القوات العراقية وضد الأهالي أما الوثائق الأخرى التي عثرنا عليها فتبين أن داعش كان يتاجر بالأدوية على حساب المدنيين والأهالي وعلى حساب معاناتهم كما أن داعش كدس في باحة هذا المستشفى مئات أجهزة التبريد التي سرقها من منازل المواطنين والدوائر الحكومية كانوا يحاربون المواطنين لأن يدرونهم على باطل والمواطن على حق فقاموا يحاربوهم من جميع النواهي من جميع المستلزمات الطبية التجهيزات المرضية للأطفال قاموا يسحبوها من الصيدليات أو يجيبوها من الخارج ويخزنوها في هذا المكان ويوزيعها على المضافات مضافات تنظيم داعش الإرهابي الجبان على جميع الموصل أمكنتهم بالموصل آلاف الدولارات كان يجنيها داعش من بيع هذه الأدوية على الأهالي وبأسعار باهظة هذا المكان خير شاهدين على الجرائم التي ارتكبها التنظيم بحق أهالي الموصل بعد ثلاث سنوات من احتلاله المدينة ألقى التحالف الدولي من شورات تحضيرية تنظر قوات الأسد والميليشيات الموالية لها من مغبة الاقتراب من مواقع داخل البدية السورية وقال مصدر في الجيش الحر لأخبار الآن إن قوات التحالف تنفذ منورات عسكرية في البدية السورية بهدف مهاجمة داعش في البوكمال ودير الزور في أقصى الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية يقع مخيم الركبان للنازحين السوريين بعمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية يعد هذا المخيم من أكبر مخيمات النازحين في الأراضي السورية وأكثرها فقرا على الإطلاق حيث تنعدم مقاومات الحياة نظرا لصعوبة وصول المنظمات الإنسانية للقاطنين فيه مراسلنا عبد الحي الأحمد رصد لنا في تقرير التالي حجم المأساة التي يعاني منها مئة ألف سوريا هناك يشكو إلي قهر معيشته هنا تارة يخرج علب دوائه الفارغة لإصابته بمرض في القلب وتارة أخرى يحدثني عن إقامته المؤقتة في هذا البيت المصنوع من الطين يدعى علي العبيد وهو من سكان ريف حلب الشرقي نزح بعائلته إلى مخيم الركبان وسط الصحراء السورية هربا من الموت قصفا لم يكن يجول في خاطره حينها أن للموت أشكال أخرى تنتظره في هذا المكان هندي خمس أولاد ما عندنا حقق خبز اليوم دينا دينا حقق خبز اليوم ونخي ما معنا عندنا خبز تعطونا ناكل بس للأولاد خلوهم أعطيك بما يفرج عليك تعطينا يعني وضعنا طاول مستوي طاول وضعنا مستويون الغبر أطلتني العجاج أطلني صدي ما أبعث ببره دو عندي ست سبع نواع معبره من أولا نواع أشربه علي لا يعاني لوحده فعلى بعد أمتار منه في هذه الخيمة المهترئة تحديدا يعيش جاره عبد الله العاجز كذلك عن إيجاد طريق للعلاج من أمراض تكاد تفتك بجسده النحيل معديها بعد ومعها سكري وغدواق معي خالص وأحيانا مدوخ خالص من البيت هنا مئة ألف سوري هم سكان مخيم الركبان أكثر من نصفهم أطفال جلهم لا يستطيعون القراءة أو الكتابة حتى الآن فإلى جانب الأمراض المتفشية هنا ثم تكارثة أخرى تتمثل في جيل يخيم شبح الجهل على مستقبله طبعا نحن مستعدين يوم اللي بتتوفر الفرص والإمكانيات لإنشاء مدارس مستعدين ندرس لأنه هذول أولادنا بالنهاية هذا جيل بكامله عم يضيع نحن ما بنتمنى أنه يضيع جيل بكامله بفترة نزوح لا تقتصر معاناة نازحي الركبان على تأمين الرعاية الصحية والتعليم فقط فتأمين مياه الشرب لوحده يحكي قصة الموت البطئ هنا على الرغم من دخول المخيم عامه الثالث وازدياد أعداد وافده بشكل يومي إلا أنه حتى اليوم يفتقر إلى وجود آبار للمياه العذبة ما دفع بالمملكة الأردنية إلى ضخ المياه من أراضيها ليتم نقلها إما مشيا على الأقدام أو بعربات صغيرة عدة كيلومترات على امتداد الخيم في الداخل السوري أنا المرأة مشتر على الطمر عندي أولاد صغار دعا أقدم له تتحسن علينا الناس والله عايشين من جيلة الموت ما أنا عايشين يعني طيب ومعزة تتعاضم المأساة التي تحل بأهالي المخيمي مع كل إشراقة شمس دون ما حل يلوح في الأفق وخاصة مع إقبال بادية الشام على فصل جديد من المعارك ينذر بتضاعف أعداد النازحين هنا عبد الحي الأحمد أخبار الآن من مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية فاصل قصير ونواصل نشرتنا إبقو مانا أهلا بكم من جديد وسع سلاح الجو المصري والليبي دائرة العمليات في ليبيا حيث شنت طائرات الحربية سلسلة غارات جديدة استهدفت الجماعات الإرهابية بمنطقة الجفرة مساء الأحد على وقع تحذيرات أمنية مصرية من احتمال استهداف الأقباط في الفترة المقبلة وكانت طائرات الليبية والمصرية قد شنت سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات المتشددين في مدينة درنة وذلك بعد الهجوم الدامي الذي استهدف حافلة كانت تقل مسيحيين مصريين وثقنا في أخبار الآن لعمليات هروب مسلحين من داعش من سيرت وهذه المرة أيضا وصلتنا صور تؤكد صحة ما تطرقنا إليه في مواضيعنا السابقة صور لثلاثة عناصر من داعش تم القبض عليهم يرتدون الخمار لمحاولة الإفلات من أعين القوات الأمنية باتجاه درنة الزميل جمال العريبي والتفاصيل نحن في أخبار الآن كنا نواثق دائما لحالات هروب مسلحين من داعش متخفين في ملبس النساء وكثيرا أيضا هي الحالات التي عرضناها عليكم في تقاريرنا للإخبارية السابقة التي تتحدث عن هروب مقاتلين من داعش تنكروا بأزياء النساء محاولين التسلل بين المدنيين للإفلات من حواجز القوات الأمنية وهذه بعض من الشهادات التي كنا قد عرضناها عليكم من قبل من مدينة سرد في آخر معاقل داعش في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه عدم مقاوم ما فيش مقاومونهم ويحلقون في الحياةهم ويفرونه ويرتدون ملابس النساء للخروج حاولوا أنهم يخرجوا بملابس النساء وفي المكانات التي تم تحريرها من التواعش نغو فيها أتار الشعار المتاح ويليح يحلقوا فيها ليس يعودوا مع المدنيين وليناهم بعض يتخبوا بملابس النساء جالبيب كستار للهروب هذه المرة تم القبض على ثلاثة مسلحين من داعش في بوابة الذروة يرتدون الخمار كما هو موضح في هذه الصور وخارجين من جهة أجدابيا باتجاه درنة وجه آخر إذن لاستغلال داعش للنساء بعد أبشع الانتهاكات ضد المرأة ها هو اليوم يحتمي في زي النساء في دلالة عميقة على ضعف التنظيم وجبنه بتخفيه في زي النساء أثناء فرارهم هذا التخفي ورأى زي النساء دليل كاف على أن التنظيم لم يعد قادر على المواجهة أو السمود أكثر في المنطقة الغربية أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية دكتور أنور قرقاش أن إيران غير مستعدة للجيرة الحقيقية ولا بديل إلى الوقوف متحدين حول السعودية اتفند قرقاش في تغريتات على تويتر ما جاء في مقالة نشرها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف في صحيفة نيويورك تايمز حيث سوق وزير الخارجية الإيراني لجملة من المزاعم بعيدة كل البعد عن الواقع أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني والتحالف العربي نحو 1500 لغم في جبهة ميدي بمحافظة حجة اليمنية في غضون ذلك نفذت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي وصالح بمديرية نهم شرق صنعاء بالتزامن مع تواصل المعارك العنيفة في الجبهات بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية أنذرت الأمم المتحدة من خطر تفشي وباء الكوليرا على نحو غير مسبوك في اليمن ما يهدد حياة أكثر من مليون من النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية محدرة من تعرضهن لخطر النزيف والتعرض للمضاعفات والموت أثناء الولادة أعلن مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا من ساحلها الشرقي وأضف المسؤولون أن الصاروخ قطع مسافة 450 كم تقريبا وأنه سقط في بحر اليابان وهذه هي التجربة التاسعة من نوعها في غضون العام الحالي أعلن مطار هيترو في العاصمة البريطانية لندن في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه لا يزال هناك بعض التأخير في رحلات الخطوط الجوية البريطانية من المطار بعد حدوث عطل عالمي في شبكة الكمبيوتر في الشركة وقالت الخطوط الجوية البريطانية على تويتر أن جدول رحلاتها في مطار جاتويك بلندن سينفذ بشكل كامل اليوم أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي أن واشنطن تدرس إمكانية حضر جميع أجهزة الكمبيوتر على جميع الرحلات وأوضح كيلي أن استخدام جهزة الكمبيوتر في تنفيذ هجوم إرهابي باتت تهديداً حقيقياً وكانت السلطات الأمريكية منعت في الحادي والعشرين من آذار مارس الماضي الركاب القادمين من عشرة مطارات والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الغد الأردنية التي عنونت أول سمكة درون في العالم تنجح بالغوص تحت الماء حققت كاميرا درون مصممة على شكل سمكة للغوص تحت الماء نجاحاً مذهلاً خلال حملة كيكستارتر لجمع تمويلاً بقيمة عشرين ألف دولار خلال أقل من أربع وعشرين ساعة وتأتي السمكة لدرون التي أطلق عليها اسم بيكي مزودة بكاميرا كي فور ويمكن التحكم بها عبر الهاتف المحمول وإلى صحيفة اليوم السابع المصري التي عنونت تقنية جديدة تساعد مصابي السكتة الدماغية في تحريك أطرافهم مجدداً طور مجموعة من العلماء تقنية جديدة من شأنها مساعدة عشرات الآلاف من مرضى السكتة الدماغية تقنية التحفيز الجديدة تعمل من خلال واجهة حاسوب وهدفها مساعدة مرضى السكتة الدماغية المزمنة في استعادة السيطرة على أطرافهم مرة أخرى صحيفة القدس عنونت اليوم الدرونز في سناب شات قريباً استحوذت شركة سناب التي تملك خدمة التراسل بالفيديو سناب شات على شركة أمريكية ناشئة في مجال الدرونز بقيمة وصلت إلى مليون دولار وتفيد تقارير بأن العمل على طائرة مسيرة مبني بشكل كبير على إطلاق نظارة شمسية مجهزة بكاميرا لتسجيل مقاطع فيديو قصيرة أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنوانات فيسبوك يتيح للمستخدمين جمع تبرعات أطلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أداة تساعد المستخدمين على جمع التبرعات للأعمال الخيرية وغيرها من النشاطات الإنسانية وبعد أن كانت هذه الخدمة تجريبية خلال الشهور الماضية باتت الآن مفاعلة في الولايات المتحدة وثمانية عشر بلدا حول العالم وأخيرا صحيفة الشرق الأوسط عنونت ابتكارات متنوعة في مؤتمر جوجل للمطورين كشفت جوجل في الآوينة الأخيرة عن كثير من الخدمات والبرامج المقبلة التي من شأنها تطوير تجربة استخدام كثير من الأجهزة ومن بينها الهاتف النقال واستعرضت جوجل نظام التشغيل المقبل أندرويد أو وإصدارا خاصا من نظام التشغيل للأجهزة منخفضة المواصفات اسمه أندرويد جو فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل بنج للطعام في دبي بهدف مكافحة الجوع والحد من هدر الطعام أهلا بكم من جديد توصل علماء أمريكيون إلى لقاح يمنع ظهور حب الشباب نهائيا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن يعد حب الشباب من المشاكل الجلدية المزعجة والتي لا تؤثر فقط على الجلد إنما على الحالة النفسية للمصاب بها ولعل اللقاح الجديد قد يضع نهاية حتمية لهذه البثور ويتم العمل حاليا على تطوير لقاح ضد حب الشباب وتعددت الأبحاث حول سبب ظهور حب الشباب ويعد التهاب جلدي ناتج عن بكتيريا تصيب بشرة الوجه ويعمل العلماء من جامعة كاليفورنيا على تطوير لقاح يؤدي إلى مكافحة هذه المشكلة الجلدية التي يعاني منها أكثر من 80% من فئة الشباب من الجنسين وأوضح الأطباء أن اللقاح الأولى هو لقاحا وقائيا هدفه حماية الأشخاص من الإصابة بحب الشباب دون أن يقوم بمعالجة البثور أما الاحتمال الثاني فهو علاجي يهدف إلى معالجة البثور والقضاء عليها وأضاف أنه مهما أتت النتائج فإن المبادرة ستوصل إلى آلية جديدة وإلى علاج مناعي يلبي احتياجات الذين يعانون من مشكلة حب الشباب لكن اللقاح ما زال في مرحلة البحث والدراسة أطلق في العوينة الأخيرة في دبي بنج للطعام للمساعدة في التقليل من هدر الطعام وتقديم الفائد منه لمن يحتاجونه تفاصيل أوفى حول هذا البنك في تقرير الزميل ماهر أبو لبدة دشلت دبي في الآوينة الأخيرة بنكا للطعام في مسعى للحد من هدر الطعام وتقديم الفائد منه لمن يحتاجونه إذ أطلق بنك الإمارات للطعام الشهر الماضي بعد أن وقع شراكات مع فنادق محلية ومطاعم وأسواق تجارية على أن تقدم للبنك تبرعات منتظمة من المواد الغذائية المتبقية وغير المرغوب فيها وبتلقيه تلك التبرعات يوزعها البنك على جمعيات خيرية محلية في دبي وأنحاء الإمارات للمساعدة في توفير الغذاء لمن يحتاجونه هدف البنك هو استخطاب الأغذية الواردة من جميع المتبرعين ممكن عبارة عن منشآت غذائية ممكن تكون عبارة عن هايبر ماركت أو سوبر ماركت أو أي منشآت غذائية مصانع أو أي مطاعم وبعد فحص مشرفين صحيين للمواد الغذائية والطعام الذي يتلقاه البنك من متبرعين يتم تجميده وتخزينه في حاويات ضخمة مبردة أو وضعه في صناديق لتوزيعه على جمعيات خيرية وأوضح مدير الصحة والسلامة في مركز دبي التجاري العالمي أن المواد الغذائية التي يتلقاها البنك تخضع لأعلى معايير الصحة والسلامة هذا وتعاهد بنك الإمارات للطعام خلال شهر رمضان بتوزيع ما يزيد على مئة برات في محيط المساجد والأماكن العامة ليتسنى للمتبرعين وضع تبرعاتهم من فوائض الطعام فيها ويتسنى للمحتاجين أخذ ذلك الطعام أمل بالمستقبل وأمل بالحياة وأمل بغد تشرق الشمس فيه من جديد ولأن الحياة مستمرة فلابد أن يكون هناك بصيص أمل عندي أمل حملة أطلقها تلفزيون الآن على مواقع التواصل الاجتماعي لبث الأمل في نفوس كل من عانى من ويلات الحروب والجوع والحرمان تلك الحملة التي بدأت في أول أيام شهر رمضان المبارك جاءت بمشاركة من الفنانة السورية فدوى سليمان بطلة مسلسل أمل الذي أنتج تلفزيون الآن السنة الماضية جزءه الأول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلمية وتحولت إرهاب من اللي حولت الإرهاب من اللي وجه لرصاص الحي ضد صدور الناس العزال من اللي قتل الناس بالهاوة والدبابات والطيارات والبراميل ما قتلت الأطفال بالكيماوي والنابالم والسلاح المحرم دوليا؟ مهجرتوا الناس من بيوتها؟ مو سرقتوا أرزاقها؟ لك أنتم لواتين بالدم من ساسكم لراسكم كذ مال هيك عم قلك ما رح يتصلح شيء لا بيتصلح وفينا نغير الواقع الشينا نوقف هاي الحرب يلا عرفنا كيف بلشت بس ما رح نعرف كيف رح تنتهي ولا لمصلحة مين؟ ولا على حساب مين؟ لا فينا نغير النهاية بس هاد ما بيعتمد علي إذا أقريت تحت التعذيب باللي بدك إياه وسجلت كم كلمة ضدي بمحضر التحقيق هاد بيعتمد علي وعليك سوا فينا نغير الواقع وفينا نبدأ صفحة جديدة ايه وفيني سامحك كمان بدك تسامحيني مقابل شو؟ انتي وأنا سوا؟ ايه فيني سامحك ونبدأ صفحة جديدة فيني قللك كيف كمان وفي خبرنا الرياضي لعب فرانشيسكو توتي مباراته الأخيرة مع روما بعد خمسة وعشرين موسما قضاها مع النادي الإيطالي وشارك اللاعب البلغ من العمر أربعين سنة في سبعمائة وست وثمانين مباراة مع روما خلال مشواره الرياضي موسيقى قبل نودعكم اليكم تذكير بأبرز العنوين القوات العراقية تواصل عملياتها داخل حي الصحة غرب الموصل موسيقى الطائرات الليبية والمصرية توسع عملياتها في ليبيا وتحذير أمني بمصر موسيقى الأمم المتحدة تحذر من أن الكوليرا تهدد حياة أكثر من مليون امرأة حامل في اليمن موسيقى موسيقى وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته موسيقى شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجزة للأخبار إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى